بهذه الضحكات يبدي هؤلاء الشباب تفاؤلهم بالحصول على منازل جديدة من قبل السلطات المحلية التي لم تقم بأي خطوات من شأنها تخفيف معاناتهم بعد أن تضررت منازلهم نتيجة إعصار لبان الذي ضرب مديرية المسيلة في المهرة عام 2018 وتسبب في فقدان ألف أسرة لمنازلها ومزارعها وضع صعب ومأساوي يعشه السكان في مديرية المسيلة منذ أن تهدمت بيوتهم وذهبت ممتلكاتهم بفعل الإعصار الذي ضرب محافظة المهرة إذ لا يزال هناك أكثر من ثمانين أسرة تعيش في الكنتيرات الصغيرة المخصصة لها والتي تبرع بها بعض رجال الأعمال والله نعاني الصلاح نعاني فيها لكن هاتر لما يجيه وقت البرد تكون أشد البرد فيها لما تجيه وقت البرد تكون أشد البرد ولما يجيه وقت الحر حرها الشديد إيش شد نحن دائما نتكلم ونتكلم ونتكلم وإن شاء الله بنتكلم وبنتكلم حتى صوتنا يرتفع إلى المحافظة لكن المعاناة تزداد جراء الطرار أكثر من أسرة إلى الإقامة في كنتيرة واحدة رغم ضيقها مع أنها لا تقل قطنين فيها برد الشتاء ولا حرارة الصيف سنين تمر ونحن على هذه المعاناة لا مسؤول سأل علينا ولا محافظ سأل علينا نقلونا من بيوتنا للمدارس مع أنح شهر ونصف قريبا نقلونا من المدارس للمخيم خيام نعطونا هناك شاطير يهواح ملهم نحن لا نحن أوادم على كثير لا مسؤول تكلم ولا محافظ سأل عن الدلوات نحن بشر ورغم تواضع الكنتيرات إلا أن بعض الأسر لم تستطع الحصول عليها لأسباب غامضة ما دفعها في بناء بيوت جديدة مرة أخرى في الأماكن نفسها التي اجتاحتها السيول سابقا نحن نعاني من الكناتر ونعاني من الأراضي ونعاني من الأشياء توائدة وهذه الناس لا أعطونها حل لها ونعاني من المواد الغضائية ومن الأشياء توائدة كثير ويقول السكان إنما ضاعف معاناتهم هو عدم التفات السلطة المحلية والجهات المعنية إلى مأساتهم حيث لم تقم بأي خطوات من شأنها معالجة الوضع الذي يعيشه هؤلاء المواطنون منذ سنوات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر